في رحاب القرآن نكمل ما بدأناه من محاولة فهم كتاب الله سبحانه وتعالى من خلال قراءة تفسير القرآن من كتاب المختصر في التفسير لمجموعة من العلماء يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كما أنعمنا عليكم نحبة أخرى حيث أرسلنا إليكم رسولا من أنفسكم يقرأ عليكم آياتنا ويطهركم بما يأمركم به من الفضائل والمعروف وما ينهاكم عنه من الرذائل والمنكر ويعلمكم القرآن والسنة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من أمور دينكم ودنياكم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون فاذكروني بقلوبكم وجوارحكم أذكركم بالثناء عليكم والحفظ لكم فالجزاء من جنس العمل واشكروا لي نعمي التي أنعمت بها عليكم ولا تكفروني بجحودها واستعمالها فيما حرم عليكم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة على القيام بطاعة والتسليم لأمري إن الله مع الصابرين يوفقهم ويعينهم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعون ولا تقولوا أيها المؤمنون في شأن من يقتلون في الجهاد في سبيل الله إنهم أموات ماتوا كما يموت غيرهم بل هم أحياء عند ربهم ولكن لا تدركون حياتهم لأنها حياة خاصة لا سبيل لمعرفتها إلا بوحي من الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولنمتحننكم بأنواع من المصائب بشيء من الخوف من أعدائكم وبالجوع لقلة الطعام وبنقص في الأموال لذهابها أو مشقة الحصول عليها وبنقص في الأنفس بسبب الآفات التي تهلك الناس أو بالشهادة في سبيل الله وبنقص من الثمرات التي تنبتها الأرض وبشر أيها النبي الصابرين على تلك المصائب بما يسرهم في الدنيا والآخرة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة من تلك المصائب قالوا برضا وتسليم إن ملك لله يتصرف فينا بما يشاء وإنا إليه عائدون يوم القيامة فهو الذي خلقنا وتفضل علينا بمختلف النعم وإليه مرجعنا ونهاية أمرنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك المتصفون بهذه الصفة لهم ثناء من الله عليهم في ملاء الملائكة الأعلى ورحمة تنزل عليهم وأولئك هم المهتدون إلى طريق الحق